رجع لنا سيف أحمد داش الفنان الجميل أو عبد جواد جعفر العمدة يا مساء الفل للضرب واجعك يا سيف أهلا بيك إزايك يا فنة مساء الفل حياة فهيم علقت سيد العمدة ليك واجعتك لا ده مسالسل تمسيح ما بيقولي العلقة كانت شبه حقيقية لا إحنا طبعا التفاصيل اللي بنعملها يعني عشان فهيم يقدر طلع الغل اللي جواه عشان أنا أقدر أوصل إحساس للناس الولد اللي أمه لسه ميتة من ساعتين كمان حاسس إنه مالوش حد والناس مش في ظهره خالص وهو مستسلم تماما للعلقة اللي بيأخدها فلازم الحاجات اللي بتبان أو تكون حقيقية ده بالكوميونيكيشن ما بيني وما بين فهيم إنه آه يعني أعمل كده بجد وزق بجد بس أنت أتضحركت على سلم يعني جامت ما شغلت ما أستاذ أبقى ناخد فلوسها عشان نعمل كده اتعورت حصل كدمات عبت بعدها لا 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 إحنا مش في خناقة يعني ده مسأل زل تمثيل ما أنت أتضحركت على سلم ده أنت صعبت عليه ده نقيات رب الله يخليكي والله ده معناه أن الشغل وصل للناس والناس حسيت بيه فعل حبد الله يعني بتتدربوا عادة على الوقعات اللي زي دي أو الخناقات اللي زي دي؟ آه طبعا ده شغل كوريوجريفي مع المخرج محمد سامي لأنه هو عنده خبرة في الأكشن وهو اللي كان بيقود لمشاهد الأكشن كلها بشكل كبير مع صامي الوريس وطبعا بنتدرب على الكلام ده عشان ما ينفعش يبقى عندك ممثل في مشهد خناقه يطلع متعور يعني مش هقدر يكمل الشغل بعد كتا ثانتي أهم حاجة عند الممثل وعند المخرج وعند الستانتكو افدنيتر أمان للممثل اللي في المشهد لأ والمشهد ده كانت فيه الجميلة مايكا الساب عاملة يعني دور طبعا أنا بهنيها على الدور ده معانا على التليفون كمان مايكا الساب أو سورية حرم جعفر العم ده الزوجة الأولى مساء الفل مساء الخير سيب الواد يا سيد يا سيد سيب الواد ايه يا سيد المشكلة اللي عملتها السيد عمالي يدرب في الواد وش عارف اللواد السيد بتاخد الواد عنده 19 سنة تقوم تعمل فيهم كده كانت زعلانة مني جدا بعد المشهد كمان كانت زعلانة مني جدا يعني كنا كنا حاسين ان الموضوع كان بجد فعلا مش حاسين يعني هو الموضوع كله كان بجد بس ايه كانت زعلانة مني جدا وكانت بتبصلي شزرا وبشكرها جدا أختي العزيزة جميلة مايكا السيد عمالتي دور جميل جدا يا ماي والله ألف ممروض صدقناك وحبناك ما عدا حاجة واحدة انت عارفاها يا حرام يا حرامية يا حرامية ليه كده ده انت بس بتيش حاجة صباع الروج سرقتي مش عارفة ايه خضار جايبال بنت من السوق تسرقي مش ممكن هي صورية ده مرض في اللاوعية يعني بدليل ان هي لما بتواجهها بتحلف بتقول ان هي ما سرقتش حاجة وده مرض موجود في المجتمع ويعني ربنا يعافينا كلنا منه يا رب يا رب يا رب احكيلي بقى يعني انتي واحمد داش او عبد الجواد لما اكتشفتي انه خلاص عبد الجواد احكيلي الكواليس المشاهد بينكم عشان تطلع بالشكل اللي احنا شفناه انتي واحمد داش بصي انا عايزة اولا طبعا احيي احمد فاهيم تحية كبيرة قوي لان ده ممثل من العظماء اللي موجودين في مصر والله وموهبة كبيرة بشكل مش طبيعي وانا كنت سعيدة جدا 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 بالشغل معي لعليكي مشهد وانتي بتتهميه ان هو اللي خطف ابنك الخطف الويد مشهد رائع وجعفر العمدة بيقولك اسكوتي اسكوتي وصف صف بتقولك اسكوتي وانتي مكملة 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 احنا كلنا بجد كنا مصدقين اللي احنا بنعمله يعني انا والله العظيم بجد بقولها من قلبي انا لغاية دلوقتي مش عارفة ابطل ان احنا الداش ابني ده بجد يعني فعلا انا يوم المشهد اللي كان فاهيم بيحكيلك عليه دلوقتي انا كان قلبي وجعني مش قادرة انه يعمل فيه كده يعني متضايقة فاحنا الحمد لله كانت كوالسنا كويسة قوي وكلنا كنا مصدقين اللي احنا بنعمله وكلنا كنا عارفين ان احنا بنعمل مسلسل مهم وكنا واثقين فكرم ربنا لينا بإذن الله فكانت كوالسنا حلوة وكلنا حابين ادوارنا وستفايد جدا بيها فالحمد لله انا كنت ببقى مستمتعة جدا 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 بالتمثيل مع كل زمان